اشتركوا في القناة الدرس الثاني ابنائي متعلق بالتكهرب في الدرس الاول شرحت الذرة والنموذج مبسط لذرة وايضا الشحنة الكهربائية ستجدون رابط الفيديو معناه بنفس هذه الطريقة في صندوق لصف اسفل هذا الفيديو اذا نبدأ ابنائي بتقديم تعريف بسيط حول التكهرب ماذا نعني بالتكهرب اذا التكهرب ابنائي هو اكتساب الجسم شحونات كهربائية تعلمنا ان لدينا نوعان من الشحونات شحنة موجبة وشحنة سالبة نتيجة انتقال الالكترونات الالكترونات هي الوحيدة التي تتحرك اما البروتونات لا تتحرك منه ما معنى منه معنى من الجسم الذي تم شحنه الى جسم اخر او اليه معنى من جسم اخر الى ذلك الجسم الذي تم شحنه او فيه معنى فيه نفس الجسم ساشرح لكم هذا الكلام بالتفصيل الممين تتم عملية التكهرب أبنائي بثلاث طرق هي التكهرب بالدلك التكهرب باللمس التكهرب بالتأثير نبدأ أولا بالتكهرب بالدلك سأوضح لكم أو أقدم لكم معناها لمحة على ماذا نعني بالتكهرب انطلاقا من مثال المصطرة الذي قمتم به جميعا في القسم كلكم قمتم بدلك مصطرة بلاستيكية بواسطة شعر الرأس أو بواسطة قماش أو بواسطة الصوف ولشرح هذا النوع من التكهرب معناها التكهرب بالدلك سأقدم لكم مثال بسيط كلكم معناها قد شاهدتموه أو قمتم به سابقا أو في القسم مع الأستاذ وهو دلك مصطرة بلاستيكية بقطعة صوف أو بشعر الرأس أو بقطعة قماش أو بقطعة حرير إلى غيرها ثم نقربها من قصصة ورقية إذن لاحظوا هنا لدينا مصطرة بلاستيكية لدينا قطعة قماش نقوم بدلكها جيدا هكذا إذن بعد الدلك قمنا بتقريبها من قصاصات ورقية إذن ماذا سنلاحظ إذن لدينا ثلاث ملاحظة أبنائي الملاحظة رقم واحد إذن نلاحظ أبنائي انجذاب القصاصات الورقية إذن نحو الجزء المدلوك من المصطرة تنجذب أو عيد نحو الجزء المدلوك لأننا قمنا بدلك هذا الجزء فقط من المصطرة ولم ندلك المصطرة بأكملها إذن انجذاب القصاصات الورقية نحو جزء المدلوك من المصطرة وماذا أيضا والتساقها به إذن هذه أول ملاحظة إذن سأكتب الملاحظة الأولى إذن انجذاب القصاصات الورقية نحو الجزء المدلوك من المصطرة والتساقها به هذه الملاحظة الأولى أبنائي الملاحظة الثانية هذه القصاصات الورقية هل تبقى ملتسقة بالجزء المدلوك من المصطرة دائما أم تبقى مدة زمنية قصيرة وتسقط إذن تبقى مدة زمنية قصيرة وتسقط كلكم تستطيعون القيام بهذه التجربة الآن باستعمال المصطرة بلاسيكية وقصاصات ورقية إذن تبقى مدة زمنية ثم نراحظ أنها ستسقط إذن هذا معناها الأمر الذي حدث للمصطرة مؤقت وليس دائم إذن سأكتب هذا الكلام إذن تبقى القصاصات الورقية ملتسقة مدة قصيرة معناها بالجزء المدلوك من المصطرة ثم تسقط آخر ملاحظة أبنائي لو نقرب الآن الجزء الغير مدلوك هذا الجزء من القصاصات الورقية هل يجذبها؟ لا يجذبها إذن الجزء الغير مدلوك لا يجذب القصاصات الورقية ممتاز الآن السؤال المطروح ماذا نقول عن المصطرة بلاستيكية؟ كيف للمصطرة أنها أصبحت تملك خاصية المغناطيس وهي جذب معناها الأجسام أصبحت تجذب الأجسام إلا أن المغناطيس يجذب الأجسام الحديدية والمصطرة أصبحت تجذب معناها الأوراق إذن ماذا نقول عن المصطرة؟ إذن نقول عن المصطرة أنها اكتسبت شحونات كهربائية وبالتالي نقول أنها أصبحت مكهربة بأي طريقة؟ بالدلك لأننا قمنا بدلكها إذن سأكتب هذا الكلام إذن ماذا نقول عن المصطرة بلاستيكية؟ نقول عن المصطرة بلاستيكية إذن نقول عن المصطرة البلاستيكية أنها إذن اكتسبت شحونات كهربائية وأصبحت مكهربة بالدلك إذن أرانا أشرحنا وقدمنا لكم معناها مفهوم بسيط للتكهرب انطلاقا من مثال مصطرة الآن أبنائي سننتقل إلى تفسير التكهرب بالدلك منكمل الدلك الروح لللمس والتأثير إذن لتفسير التكهرب بالدلك لدينا حالة أبنائي ركزوا معي جيدا لدينا حالتين إذن التكهرب بالدلك في حالتين الحالة الأولى والحالة الثانية الحالة الأولى أبنائي باستعمال قضيب زجاجي والحالة الثانية باستعمال قضيب بلاستيكي أو إيبونيت لأن أبناء الإبونيت ما هو إلا البلاستيك الصلب إيبونيت ما هو إلا بلاستيك الصلب إذن في السنة الرابعة عندكم قيل هذه الزجموات عندكم إما زجاج أو بلاستيك والبلاستيك هو نفسها الإبونيت الآن لتفسير التكهرب بالدلك سأرسم لكم رسم معناه مبسط إذن لقضيب زجاجي إذن قضيب زجاجي وسأقوم بجلب قطعة صوف أو قطعة قمش جافة إذن صوف جافة وبالمقابل لدينا قضيب بلاستيكي أو قضيب بلاستيكي وقطعة أيضا صوف جافة لو كانت تكون مبللة لا معناه مستحيل أن تنجح التجربة إذن هنا سأكتبه قضيب بلاستيكي تابعوا معي جيدا الآن قبل أن نقوم بالدلك القضيب الزجاجي وبلاستيكي بقطعة الصوف كل من القضيب الزجاجي والبلاستيكي وحتى قطعة صوف في الحالة العادية معناه يكون في الحالة العادية متعادل كهربائيا ما معناه كلمة متعادل كهربائيا معناه يكون عدد تحونة موجبة فيه يسوي عدد تحونة سالبة معناه يكون سيف كولوم ما يكون لا بالقيم موجبة لا بالقيم سالبة إذن يكون عدد أبروتونات فيه يسوي عدد إلكترونات معناه عدد تحونة موجبة يسوي عدد تحونة سالبة هذه في الحالة العادية قبل الدلك الآن لما نقوم بدلك سنبدأ بالقضيب الزجاج أولا لما نقوم بدلك أبناء القضيب الزجاج بقطعة صوف الجافة معناه هكذا نقوم بدلكه جيدا إذن الزجاج دوما أبنائي الزجاج دوما أي استلاحا من قولك استلاحا معناه استلاحها العلماء لنا تصبح شحنته موجبة هذه القاعدة تحفظ إذن الزجاج دوما المدلوك أو المكهرب أو المشحون كلمة مدلوك معناه عندما نقوم بدلكه أو مكهرب أو مشحون كلها لها نفس المفهوم أو نفس المعنى من نقول قضيب زجاجي مدلوك أو قضيب زجاجي مكهرب أو قضيب زجاجي مشحون كلها لها نفس المفهوم معناه غي كيف كيف الآن لما نقوم بدلك قضيب زجاجي دوما تصبح شحنته موجبة والموجب تعلمناها في الدرس الماضي أن المؤجب معنى فقد الآن بما أنه فقد إذن أين ستذهب الإلكترونات التي سيفقدها إذن ستأخذها قطعة الصوف لنفرض أنها ستأخذ إلكترونين لنفرض الآن قضيب زجاجي قلنا أنه فقد إلكترونات قطعة الصوف ستكون قد اكتسبت إلكترونات إذن ما الشحنة التي ستحملها شحنات سالبة إذن قضيب زجاجي يفقد والصوف تكتسب إذن سأكتب هذا على شكل تبسير أبنائي تابعوا معي جيدا إذن عند دلك قضيب زجاجي بقطعة صوف جافة بلون مغاير سأكتب باللون الأحمر تنتقل تنتقل لأن في التكهرب بالدلك يحدث انتقال تنتقل ماذا الإلكترونات من ماذا إلى ماذا إذن من الزجاج إلى الصوف لأن مثلا أنا انتقلت نقول لك مين للوين معناه مين كنت وين رحت إذن من تقول لي الإلكترونات انتقلت نقول لك أنا من ماذا إلى ماذا إذن من القضيب زجاجي إلى قطعة الصوف من القضيب زجاجي إلى غطة الصوف الآن كيف تصبح شحنته فتصبح شحنته معناها القاضيب معناها اللي ندلك فيه فتصبح شحنته باللون الأحمر موجبة لأنه فقد إلكترونات لأنه فقد إلكترونات هنا رانا فسرنا ما معنى التفسير أبنائي كلمة التفسير معناه ما يكون على المستوى المجهري معناه لا نستطيع أن نراه بالعين المجردة من أقولك ماذا تلاحظ ملاحظة بالعين أما التفسير معناها تتكلمني على حركة أو انتقال إلكترونات الآن تلميذي يقول لي أستاذ تفسير هذا طويل خاصني نقول تفسير آخر نقول له مقبول لأن التفسير إذا كان فهمت معناه هذا الشرح بالرسم تنجم تفسير كما تعرف ولكن بشرطة تقول الكلمات معناها المهمة لنقطك عليها الأستاذ مثلا أنا هنا شاء نقول عند الدلق قاضي بزجاجي بقطع تصوف تصبح شحنته موجبة لأنه يفقد إلكترونات هذه أيضا يعتبر أو هذا أيضا يعتبر تفسير صحيح 100% ومختصر كل واحد يفسر كما يعرف الآن القاضي بلاستيكي ما هي أبناء شحنة التي يحملوها البلاستيك في الدرس الماضي قلت لكم قلت لكم باش تعقله شوفوا كلمة بلاستيك السين هذه السين تفكروا ماذا سالب والسين أيضا تفكركم يكتسب هذه قلت لكم في الدرس الماضي معناها فيديو السابق إذن يكتسب سالب إذن بلاستيك سالب يكتسب سين 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 إذن سأوضيف هذا الكلام هنا القاضي بلاستيكي لما نقوم بدلكه ما هي شحنة التي سيحملوها إذن سالبة هذه دوما لا تتغير إطلاقا مدام سالبة إذن اكتسب من أين سيكتسب الإلكترونات سيكتسبها من قطعة الصوف إذن لنفرض أنه سيكتسب إلكترونين الآن مدام الدازوج على الإلكترونات مثلا هو ما يديش إثنان يدي عدد كبير مثلا نحن نفرض الدازوج إذن قطعة الصوف قد فقدت رحولها إلكترونات إذن ستصبح شحنتها موجبة بكل بساطة الآن سأكتب التفسير الخاص بالتكاهر بالدلك أنا مثل ما قمت به سابقا هنا الآن نفس هذا الكلام هناك تغيير بسيط فقط إذن ركزوا معي عند الدالك قضي ببلاستيكي بقطعة صوف جافة باللون الأحمر تنتقل إذن تنتقل الإلكترونات وهي شحونة سالبة أبنائي نقسمها لشحونة سالبة من ماذا إلى ماذا الآن من الصوف إلى القضي بلاستيكي هنا العكس هنا قلنا من القضيب الزجاجي إلى الصوف الآن من الصوف إلى القضي بلاستيكي إذن من الصوف إلى القضيب البلاستيكي فتصبح شحنته كيف هي فتصبح شحنته سالبة لماذا لأنه باللون الأحمر الآن اكتسب ماذا إلكترونات التنميط آخر يقول لي أستاذة أنا عندي تفسير آخر نقول له تفضل إذن تفسير آخر المبسط مباشرة عند دلق قضيب بلاستيكي بقطعة صوف تصبح شحنته سالبة لأنه اكتسب إلكترونات بكل بساطة وعندك النقطة أو العلامة الكاملة أبنائي هذا هو التكهرب الدلق ركزوا معي جيدا ما قلنا في التعريف تلكهرب الدلق هو اكتسب جسم شحنات كهربائية إذن القاضي بزجاجي اكتسب شحنة مجابة نتيجة انتقال إلكترونات منه أو إليه هنا القاضي بزجاجي انتقالت الإلكترونات منه يعنيها راحت منه للجسم آخر والقاضي بلاستيكي إليه الآن أو فيه هذه خاصة بالتكهرب بالتأثير سنشرحها في فيديو آخر إن شاء الله الفيديو القادم سيكون حول التكهرب باللمس والفيديو الذي يليه تكهرب بالتأثير لأن هذا الدرس مخترح بنسبة كبيرة لشهادة المتوسط لهذه سنة أبنائي في الأخير أبنائي لماذا لا يشتركونا في القناة عليهم بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس قناة الأستاذ حمياني للفيزياء أكبر قناة فيزياء على اليوتيوب أكثر من مليون متابع لله الحم معناه اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس ونلتقي إن شاء الله في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته